سنتناول إذن خطوات النجاح وسنركز في لقاءاتنا على ستة محاور محاور أساسية للنجاح في العمل وفي الحياة لا نقول أنها هي وحدها من يحدد النجاح ولكن نقول أنها تشكل جزءاً أساسياً من الأمور المتعلقة بك أنت وبك أنت هذه الأمور تساهم في عملية النجاح بإذن الله تعالى هذه المحاور الست ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة تفكيرنا واعتقاداتنا وسلكياتنا المحور الأول هو غير نفسك نحو الأحسن إرادة التغيير وهذا ما سنبدأه في القسم الأول اليوم نتناول في هذا القسم ماذا نعني بالتغيير ومدى قدرتك على تغيير ما بداخلك وما حولك كما نتناول كيف يختلف الناس بشكل عام حول هذا الموضوع كما نبرز أهم المعويقات الذهنية المعويقات داخل جدران رأسك ورأسي التي تمنعكم من تغيير حياتكم هذه العوائق الذهنية ينتج عنها سلوكيات غير منتجة سنتكلم عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء خوف الإنسان من تغيير نفسه إذا توصلنا إلى قناعة بقدرتنا على تغيير أنفسنا نحو الأفضل أصبح الباب مفتوحاً أمامنا للمضي إلى الأمام في طريق النجاح والسعادة المحور الثاني هو الحياة حلوة ولكن لا نلاحظ وهو شديد الارثباط بالمحور الأول ما هي اعتقاداتنا ومواقفنا تجاه الأشياء من حولنا؟ ما هي نظرتكم للناس وللمجتمع ولأنفسكم؟ ما أثر هذه المواقف والإفتراضات والاعتقادات عليكم وعلى حياتكم؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الاعتقادات والمواقف عائقاً أمام نضوجنا وتحقيقنا لأحلامنا؟ كيف يمكن أن نواجه الحياة والمجتمع بنظرة إيجابية؟ وما أهمية ذلك على النجاح؟ سنتكلم هنا عن بعض الأمور مجدداً داخل رأسك وداخل رأسي التي تمنع من التعرف على الجديد وتمنعنا من اكتشاف طاقاتنا الحقيقية الحياة حلوة إذا نظرنا إليها بعين إيجابية متفائلة بالخير المحور الثالث خطة صح يتناول هذا المحور أهمية وضع الأهداف في حياتنا حتى تصبح الحياة ذات معنى وذات مغزى نشرح هنا أهمية وضع الهدف ومتابعته وتصيحه ما هي الأهداف التي ينبغي أن نضعها لأنفسنا؟ وإلى أي درجة من التفصيل؟ هل توجد أهداف دون مغزى؟ ما علاقة وضع الأهداف بالنجاح في الحياة؟ نتناول أبرز أنواع الأهداف الشخصية التي تخدمكم أنتم أولا ولكنها كذلك تخدم المؤسسات التي تعملون بها وتخدم المجتمع الذي نعيش فيه نركز هنا على أن عملية النجاح هي تحت سيطرتنا بإذن الله تعالى وهي بالتالي لا تأتي بطريقة عشوائية بل تتطلب نوعا من التخطيط المحور الرابع هو لا تنسى الأهم أمام المهم يتعلق هذا المحور بالتوازن في الحياة نتكلم هنا عن ناس يتمتعون بعقل وجسد وروح ما أهمية أن نعيش حياة متوازنة؟ ما هي أبعاد هذا التوازن؟ وهل جميع الناس يجب أن تتوازن حياته بنفس القدر؟ وبنفس الطريقة؟ سنتكلم عن عدة مرتكزات في الحياة إن النجاح في العمل مثلا على حساب العائلة ليس نجاحا حقيقيا وكذلك النجاح على الصعيد الاجتماعي على حساب العمل هو نجاح جزئي المحور الخامس هو أنت لست جزيرة نتكلم هنا عن علاقتك بالآخرين نركز على مبدأ مهم يسهل علاقتك بالناس من حولك ما هي القاعدة الذهبية في الحياة؟ وماذا نعني بمبدأ الاحترام؟ احترام الآخر احترام الرئيس احترام المرؤوس احترام المؤسسة التي نعمل بها؟ ما علاقة الاحترام ريسبكت بالنجاح في الحياة؟ سنوضح بأنك لست جزيرة بل أن نجاحك يعتمد على قدرتك على تكوين علاقات متينة مبنية على الاحترام المتبادل والثقة والخدمة التي تنفع الجميع بمن فيها أنت بالطبع النجاح الذي تحصل عليه مقابل إفشال الآخرين أو تعاستهم هو ليس نجاحا حقيقيا المحور السادس والأخير هو صادق أصحاب الهمم كما يقولون هو محور يتناول أيضا علاقتك بالآخرين اعتمادك على نفسك لا يلغي حاجتك للآخرين ما هو التوازن المطلوب بين الاعتماد على قوة ساعدك وبين الاعتماد على الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة؟ نركز هنا على أهمية القدوة والأسوى الحسنة نحن نولد لا نعرف من الحياة شيئا والكثير من الأمور المرتبطة بالنجاح إنما تأتي عبر الترابط مع الآخرين الذين نتعلم منهم وكذلك مع هؤلاء الناس الذين يتعلمون منه في قدق بقدرتك على التغيير النظر الإيجابية التخطيط السليم التوازن في الحياة بناء العلاقات مع الآخرين المبنية على الاحترام ومرافقة أصحاب الهمم والقدوة الصالحة هذه الأمور تضعنا إن شاء الله تعالى على أول سلة من نجاح في الحياة وفي العمل ولكن قبل أن نتوسع في هذا الموضوع سؤال لكم ما هو الفرق بين الساعدة والنجاح؟ هل كل إنسان ناجح؟ هو بالضرورة إنسان سعيد؟ فلنتفكر